فنانة جميلة نهال عمبر أهلا بك معنا منوار الدنيا مبروك جبل الحريم هيكسر الدنيا بإذن الله جبل الحريم اسم حلو اسم يخد يعني إيه جبل الحريم؟ هو هتشوفه بقى جبل الحريم ما هتشوف الفيلم يعني إيه جبل الحريم هو ستات جبل كلها عايز أقول إن هو في مشكلة موجودة حصلة عندنا في القصة طبعاً أستاذ فاتح الجندي كاتب السيناريو غير عادي مخرج أستاذ حسام سلامة عمل شغل حلوة قوي قوي حقيقة برور القصة حلوة قوي وعنده إحساسه مرهف حلو مع الفنان تدريته حلوة لأ يعني إن شاء الله حيبق فيه شغلة حلوة ممثلين كلهم من أصغر حد الأكبر حد سنن لأن كل أدورهم رائباً بعض عاملين دور عاملين شغلهم حلوة قوي 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 مباراة فنية حلوة مجموعة حلوة جبل حريم لأن هي ستة جبل أصلا مش تحرق دورك ولكن أنا عايزك تقولي لي يعني الرسالة بتاع دورك اللي بتقدميها يعني رسالة يعني بتقدمي المجتمع هي رسالة أنا عندي قصة خاصة جداً عائلية يعني تمس وفي ناس كتير بتهملها النقطة بتهملها فطبعاً دي هي بتقول الرسالة دي يعني عندي في مشاهد بقولها ودي واقع علي بتاقة سلبية جامدة جداً لكن هي حاجة إيجابية للناس إن أتعرف إن دي حاجة لازم نخلي بنا منها عمل بطولة نسائية شايفة إن جمهورها يتقبل ده ولا لأ وده يفتح مجال جديد للسينما المصرية بإنتاج أفلام بطولات نسائية آه طبعاً ده بره صندوق إحنا بره صندوق كده حلو يعني التغييرات حلوة نعمل كده ونعمل كده ونعمل رجالي بس ونعمل سنائية يعني ليه لأ يعني الأعمال إما تتغير فيها وتعمل حاجات جديدة دي حاجة حلوة على فكرة لو تعمل عمل رجالي بس زي جبل حريم كده ستات بس شايفة إن هو هيحق النجاح حسب القصة أنا بقول لك قصة جامدة سيناريو أحوار هايلين موخر جهايل لا نخرج هايل مماثرين هايلين اللي حيدخل يتفرج هيجيبه وراعي الشين العيلة لأنه هيعجبه فيمتقصدي لكن لو عملوا دور حلو كده تمام لو عملوا بقى حاجة مش حلوة فيمتقصدي ده هنا حلو وهنا حلو هنا حلو وهنا حلو شايفة إن الجمهور هتقبل إيه أكتر لا لا ده حيتشافه ده حيتشاف طالما فيلم حلو حيتشاف أنا بقول لك القصة بتجيب الناس أنا مش هستطول عليك ولكن الأيام اللي فاتت وزارة الأوقاف أصدرت قرار بمنع تصوير جنازات والعزائيات شفتي القرار ده إزاي ومع أم ضد هذا القرار؟ بس أنا مش حكايت معه وضد أنا أنا بقول إن فعلاً الفترة اللي فاتت حصل الناس تدخلوا في المجال بتاع الصحافة أنا طول عمري عارفة في صحفي محترمين جداً وقنوات محترمة جداً وكبتوقف منتقى الاحترام تصور من بعيد وعارفين حرمة الميت وعارفين يعني إيه مراعاة شعور العائلات الموجودة كل ده كانوا فيه مراعاة وبناس بروفاشنال في الشغل عارفين يعملوا إيه جون بقى داخليين ناس دخلاء دخلوا معرفش منين معرفهمش أصلاً حتى شكناً بموبايلات وبحاجات غريبة بيخش يقتحموا ويصوروا الميت وهو يعني متوفي وهو في صندوق يعني بيعملوا حاجات غريبة جداً الصراحة فده أسأل ده أنا عايزك تحكي لموقف بعين وحصل معاك أنا لقيت موقف فعلاً أنا لقيت كان زميل متوفي ولقيت واحد حاطة الكاميرا جوا الصندوق يعني تقولوا إيه ابني بتعمل إيه؟ هرام هرام أمسح الصورة دي رو صمحت لازم لو ما كانش مسحة كنت عمل مش كده لأن ما ينفعش تصور في حرمة يعني ما ينفعش فطبعاً ده اللي عايزة أقوله إن دول أساءل دول لكن فيه ناس محترمة جداً هم دول أشباه صحفيين لو أتواجه رسالة الأشباه الصحفيين دولت ممكن تقللهم إيه يعني أنتو أذيتو ناس محترمة وناس بكرنيهاتهم وناس كويسة يعني فطبعاً غلط الطريقة فيه التعامل مش بطريقة وتخانقوا مع بعض ويدروا بعض وحاجات غريبة جداً بتحصل إحنا فاضين إحنا راحين ندفن وندعي ونعمل ونصلي ولا راحين نفوق خنات لو هنقنن ده هنقننه إزاي من وجهة نظري؟ والله ما عارفة لأن أهل المتوفي أو إحنا كنقابة أو كله بداخلين نركز في الصلاة والدعاء والحاجات دي ما بداخل قاعدين بصين بقى نبص على الكرنيهات فأنت قصدي فما عارفش يعني تتقنن إزاي دي حاجة عايزة تفكير من الحاجات التانية اللي أنا بشوفها لأيام اللي فاتت بشوف نجوم كبار بيتكونوا لغة العربية خارجين المعدل علي فنون المسرحية ومش بيقدموا أعمال في الدراما أو في السينما بشكل مستمر وعلى الجانب الآخر بشوف مشاهير السوشيال ميديا أو مشاهير التيك توك كما يقال بيقدموا أعمال كثيرة جداً على في الدراما وفي السينما بشوف ده بيوقع ظلم على خارجين ما دي بقى ده بص عايزة أقول لك حاجة ما فيش حد يشتغل من التصريح مش حنوقفه في النقابة حنوقفه اللي نقام بتهزرش في الحاجات دي اللي بيتعامل بالتصريح أنت أصغل أي منطق له نسبة تصريح هيعملها ما نطلش نقوله لا خلاص عنده نسبة وعنده أعضاء نقابة لازم يجبهم دلوقتي احنا بنسعة جامد أن يبقات أغلب الأعماء اللي بيشتغلوا أعضاء النقابة ونسبة التصريح تبا نسبة بسيطة يعني أنا مثلا بشوف فنانين كبار أو فنانين شباب خارجين المعدة العلي فنون المصرحية وما بيقدموش بيشتغلوش بشكل كبير وبشوف الناس على السوشيال ميديا بتشتغل أنا بقول لك هي عرض وطلب طبعاً بس هي غير عرض وطلب احنا النهاردة في النقابة بنسعة أن أعضاء النقابة يشتغلوا وعملنا سيستم جديد على أن المنتج يدخل يجيب أي سنه وعايزه ومصورناهم وعملنا حاجات كتير جداً شغل في النقابة يخلي المنتج يبقى سهل عليه يختار وعندنا مكتب كاستينج يبيكلموا المخرج يتكلم يجيب أعضاء نقابة شاطرين وكواليفايد وبالدور اللي هو عايزه فده بنسهل الأمور عليه لكن انت عندك أي منتج ليه نسبة تصريح ما داشت قوله ما تعملهاش دي قانون شكراً جداً لك اشتركوا في القناة